لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين ولعن الله الظالمين لكم صلى الله عليك يا مولاي يا ساكن الغري يا أمير المؤمنين صلى الله عليك وعلى ولدك ساكن كربلا أبي عبد الله الحسين صلى الله عليك وعلى آلكم وعلى الأرواح التي حلت بفنائكما وأناخت برحلكما مخاب من تمسك بكم يا ألبيت النبوة وأمنا وفعزا ونجا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما قال الله تعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وردت في القرآن الكريم لفظتان يتبادر إلى أذهان القارئ أو السامع أنهما تدلان على معنى واحد الله سبحانه وتعالى مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان في آية أخرى يقول هو الذي نزل عليك الكتاب بالحق ما الفرق يعني هل الكتاب هو القرآن أم أنهما مختلفان وإذا كانا مختلفين فما هو وجه الاختلاف بينهما طبعا الجواب على هذا السؤال أسأل مصطفى جواد يقول عن ماذا من المهم أجاب عنه يعني مثلا عندما يسأل فلان من الناس فلا يجيب فأنت تجيب عنه أما السؤال فيجاب على السؤال وليس هكذا يعني المفروض المهم فحتى نجيب على هذا السؤال لابد من تقديم مقدمة يختلف الباحثون في علوم القرآن هل أن القرآن فيه كلمات مترادفة أم أنه القرآن قائم على أساس عدم الترادف شنو معنى الترادف الترادف هو أن تجيء كلمتان مختلفتان مختلفتان لفظا ولكن متفقتين شنو؟ معنى باللفظ مختلفة مثل ما قلنا القرآن والكتاب الذي يتبادر إلى أذهاننا أنهما كلمتان مختلفات باللفظ ولكن الظاهر لنا ما هو؟ أنهما متفقات أنهما متحدتان شنو؟ في المعنى هذا يسمون شنو؟ ترادف باحثون آخر قالوا لا ليس في القرآن ترادف يعني لا توجد كلمة في القرآن ترادف كلمة أخرى في المعنى ما كو كيف نحل هذه المسألة؟ الله سبحانه وتعالى يصف للقرآن بأنه شنو؟ عربي وبعد مبين مو بس عربي وهنا مشكلة نواجهها دائما كثير من المفسرين كثير من الباحثين في علم القرآن عندما يتحدثون عن كلمات القرآن يصفون بعض الكلمات بأنها أعجمية طبعاً هذا خلاف النص القرآني يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى عندما يتحدى الإنس والجن بالإعجاز بأنه القرآن معجز هل هو معجز بكله؟ أم معجز بكل ما فيه من أجزاء؟ من كلمات مو؟ مصحيح؟ مرحنا نقول لا القرآن بكله معجز مرحنا نقول لا كل آية في القرآن معجزة بل كل كلمة في موقعها شنو؟ لا يجوز أن يعني مثلاً بسم الله الرحمن الرحيم يصير أسوية بسم الله الرحيم الرحمن مو من باب التلاعب بالقرآن المعنى شنو؟ واحد مو؟ لكن هل يجوز هذا؟ ليس كما قلنا من حرمة التلاعب بالترتيب؟ ولكن هنا يؤثر على الإعجاز القرآني يعني الله عندما قدم الرحمن على الرحيم لا بد من سبب لذلك فإن غيرنا شنو معناها؟ ألغينا السبب الذي من أجله قدمت؟ هذه الكلمة أسألنا أضرب لك مثل سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم التي يستحب قراءتها في كل صلاة بل بعض العلماء قد يجيبها في اليوم مرة يقول أنه إنسان إذا يقرأ يوميا يصلي وما يجيب يقول له الله أحد مشكلة يعني بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عندنا حركات الحروف الآن كلامنا ليس بالكلمات بالحروف لا يجوز التلاعب بمواقعها ولذلك قبل أن نكمل السورة فلا أقسموا بمواقعي شنو؟ النجوم طبعا نفسرين إنهم أراء في هذه المسألة لكن هناك رأي لباحث جديد سوداني يقول مواقع النجوم الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى أن السماوات والأرض كانتا رتقا شنو يعني؟ ففتقناهما شنو يعني؟ كانتا متصلتين نحن نقول الثوب ينشق يصير بفتق ماذا نفعل له؟ نر تقوه يعني القسمين إن سويهم شنو؟ قطعة أو القطعتين إن سويهم قطعة واحدة فألم ترى أن السماوات والأرض كانتا رتقا؟ يعني كانتا قطعة ففتقناهما يعني جعلنا الأرض واحد بعد والسماوات واحدة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات مو؟ شنو تبدل الأرض غير الأرض؟ أهل الجنة ماذا يقول؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهِ وَأَوْرَثَنَا الأرض إذن الجنة أين؟ الأرض شون؟ الله يقول الجنة شنو عرضها؟ أرضها؟ السماوات؟ إذن شون الأرض شون السماوات والأرض؟ كيف يمكن أن نوفق؟ إذن هذا الفتق الذي حدث فيه قبل مليارات السنين يوم القيامة ش رح يصير؟ يعني السماوات ترجع المن؟ فمواقع النجوم شنو؟ يعني عودة النجوم إلى مواقعها الأصلية التي انطلقت منها عندما كانت مرتبطة وين؟ ومتصلة وين؟ فس هذا رأي فس لعله رأي آخر نعود إلى موضوعنا مواقع النجوم يعني مواقع الكلمات في القرآن مهنة أن القرآن نزل منجمة؟ مو صحيح؟ صحيح أو لا؟ شنو مع أن القرآن نزل منجمة؟ يعني متفرق ما نزل دفعة واحدة ونزل آيات كل آية في محلها كل كلمة فيه فلعله فلا أقسم بمواقع النجوم أي لا أقسم بمواقع كلمات القرآن كل كلمة في موقعها المعدد رح نجي إلى سورة الإخلاص عندنا حركات كم حركة عندنا؟ ضمة فتحة كسرة سكون مو صحيح؟ أس الشدة هي سكون شنو؟ أي سكون وحركة مو هتشي؟ مثل أفضال لين أكو سكون ثم حركة عندنا سورة الإخلاص فيها إعجاز حرفي وهو أن كل الحروف في سورة الإخلاص إما مضمومة أو مفتوحة أو ساكنة أو مكسورة مو هتشي؟ لكن يتبين لنا أنه عندنا قل القاف شنو؟ مضمومة هو الها شنو؟ مضمومة الله الله الثانية الصمد مضمومة مو هتشي؟ قل اللام ساكنة هو الله أحد الله الصمد لم الميم شنو؟ فعندنا ضمات وعندنا فتحات وعندنا سكونات وعندنا لكن كسرة واحدة وين هي الكسرة؟ لم يلد أرجو شوية تنتبهوا لي زين رجاء حتى توصلكم لفكرة جائبة بشكل واضح لم يلد اللام في كلمة يلد هي الحرف الوحيد المكسور في هذه السورة اللطيف شنو؟ أن قبل اللام سورة قل هو الله أحد من إعجازها أن فيها خمسطعش كلمة وسبعة واربعين حرف حسب الرسم يعني الرسم الإملائي يختلف الرسم العثماني الذي وصل إلينا على أنه هو ما كتبه على زمان النبي صلى الله عليه وآله زين عدنا شنو معنا؟ ليش سبعة واربعين وخمسطعش؟ لأن السبعة واربعين هو العدد الأولي رقم خمسطعش العدد الأولية شنو؟ هي الأعداد التي لا تقبل القسمة إلا على نفسها أو على واحد تبدأ بالعدد ياهو اثنين العدد الأولية تبدأ بالعدد لأنه لا يقبل قسمة إلا على نفسها أو على الواحد ليش معدد أولي؟ لا يقبل قسمها أما الثنين نقدر نقسمها على واحد فقطين اثنين المصحح اثنين ثلاثة خمسة حسبوا معي اثنين ثلاثة خمسة سبعة خداعش تلاتةش سبعتاش تسعة وعشرين تسعة وعشرين واحد ثلاثين سبعة وثلاثين واحد واربعين ثلاث واربعين سبعة واربعين شم واحد؟ حسنتم اثن سورة الإخلاص فيها عدد حروفها يساوي عدد شنو؟ الاعداد الأولية إلى عدد الحروف موشي؟ نحن قلنا سبعة واربعين اش قد هو العدد الأول رقم؟ خمسة عشر كم عدد كلمات سورة الإخلاص؟ خمسة عشر اي اولاً ثانياً حرف اللام في كلمة يالد لو حسبنا السبعة واربعين طيب عدد شنو؟ زوجي له فردي؟ فردي فردي اذاً هناك عدد في المنتصف وقبله عدد زوجي وبعده عدد زوجي وهما متساويان ايش قد سبعة واربعين نصها؟ اذا شننا الواحد ستة واربعين قسمها على اثنين اذاً عندي ثلاثة وعشرين حرف ثم حرف ثم ثلاثة وعشرين نجد ان قبل اللام ثلاثة وعشرين حرف المكسورة وبعد اللام المكسورة ثلاثة وعشرين حرف اللي يريد يحطل يحسن صلوا على محمد وعلي محمد اللهم صل على محمد إذاً لو قلت لم يولد ولم يلد تتحقق هذه العجازة؟ هذي تحقق؟ يتحقق لو لا سيصير قبل يلد كم حرف؟ بذل ما ثلاثة وعشرين حرف ثلاثة وعشرين حرف مو؟ ومنها شكال صير عدنة؟ من نقصة ثلاثة وعشرين خمسة سيصير ثمانتعش حرف إذاً إذا تلاعبنا بهذه الكلمة أو لا مو يقول بس حتى اللام مثلاً كلمة أغيرها إلى كلمة أخرى بحيث اللام ما يصير هو الحرف لم يلد الحرف الوسط ما؟ ما يصير تخرب إذاً كلمات القرآن محسوبة بدقة حروف القرآن محسوبة بدقة ولا يجوز تغيير كلمة عن موقعها ولا حرف عنه وإلا يختل أكون مو فقط هناك مشكلة أكو بعض الناس بعض العلماء كثيراً أنا كان أكو مو أكو تجمع تجمع قرآني وفي علماء وباحثون في القرآن مر طراحت هذه القضايا العجاز العددي واحد منهم رأس كتب للا إعجاز ولا هم يحزنون وكأنه عندما تقول في القرآن إعجاز عددي تقول القرآن محرف تقول القرآن ليس كتاب الله تقول القرآن ناقص تقول عجيبة يعني الله يقول تبياناً لكل شيء زين العجاز العددي من الأشياء التي يبينه لو ما يبين القرآن إذا كان القرآن كتاب تبياناً شنو؟ أو فيه تبيان كلي زين العجاز العددي من الأشياء لو ما هو من الأشياء معناها أكون تبيان بالقرآن لو ما كو أطيك مثل ثاني حرف الطاء بالقرآن الكريم طبعاً إن شاء الله يختبط الموضوع بأمير المؤمنين بس حبينا نبينكم بعض الأمور عندنا سورة السورة الأولى التي يبدأ اسمها عفواً يكون اسمها في حرف طاء وتبدأ بحرف الطاء هي سورة طاها قبل سورة طاها الفاتحة ما بها طاء البقرة ما بيهطاء العمران ما بيهطاء النساء ما بيهطاء المائدة ما بيهطاء الأنعام ما بيهطاء الأعراف ما بيهطاء الأنفال ما بيهموا بعد التوبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر خمسة عشر وصلنا مهتشي النحل ست عشر الإسراء سبع عشر الكهف ثمان عشر مريم تسعة عشر طاها إذن أول سورة في اسمها حرف طاء وهي تبدأ بحرف الطاها يا سورة سورة طاها طاها أتعلم أن في القرآن ألف ومئتين وثلاثة وسبعين حرف طبعا هنا يتساوى النص الرسم العثماني مع الرسم الإملائي ليش؟ يعني بالرسم الإملائي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّل بالرسم الإملائي العالمي شون مكتوبة؟ بدون ألف العالمين وعلى العين فتركزة صغيرة تشير إلى الألف لكن بالرسم الإملائي العالمين شخلوا لها؟ خلوا لها ألف فإذن تغير عدد حروف الألف في القرآن بين الرسم الإملائي والرسم العثماني وعلى العثماني لو لا لكن الطاء لا نرسم عثماني كلمة بها طاء وكلمة نفس الكلمة مصحيح الطاء ثابت أتعلم أن حرف الطاء الذي هو في طاها ينصف عدد حروف طاها في القرآن إلى نصفين مثل حرف اللام في سورة الـ ياهي ياهي أحسنتم صلوا على محمد ألف ومائتين واثنين وسبعين ما قد يحدث؟ نصفها ستمائة وستة ما قد؟ وثلاثين؟ مصحيح؟ صحيح واحد ثلاثين أسأل على له أنا مشتبه بالرقم فقبل حرف الطاء الذي وفي طاء يوجد عندنا ستمائة وواحد وثلاثين حرف طاء وبعد حرف الطاء في سورة طاء وفي طاها يوجد ستمائة وثلاثين حرف طائلان هذا القرآن مع العلم أن طاها سورتها ليست في منتصف القرآن مثلاً، مصحيح؟ منتصف القرآن أين؟ في سورة الكهف منتصف القرآن أين؟ إذا حسبنا عدد الكلمات في سورة الكهف حسناً يأتيك واحد يقول لك لا يا بأس هذه ما بها إعجازة هذه صدفة كما أن الله سبحانه وتعالى يعمل بالصدف؟ نحن حربنا والذين لا يؤمننا بالله وحرب ما بين شنه؟ الوجود بالخلق الإلهي والوجود بالصدفة مصحيح؟ ونأتي القرآن وندخل عليه شنه؟ يعني كأن الله لا يعلم أن حرف الطاء بالقرآن ما قد؟ ولا يدري أن حرف الطاء في سورة طاها ينصفه عدد حروف القرآن في القرآن ينصف؟ يدري لو ما يدري؟ إذا ما يدري هذه مشكلة وإذا يدري شون يصير يعني فلا بد من أن هناك حساب دقيق أمثل آنس المهم هذه بحوث العجازة العدية في القرآن يرادلها طويلة ليست فيها بحثنا الأساسي لكن كلامنا أن القرآن لا يمكن ولا يجوز التلاعب به فلكل كلمة معناها الذي تؤديه في موقعها في موقعها قلنا نحن قرآن شي يقول عربي وبعد ومبين يجي يقول لك لا والله كلمة استبرق معربية عجمية يعني يكذب الله سبحانه وتعالى ويقول برأي أصحاب الرأي الله يقول عربي مبين إذن يقول القرآن يعني العموم لو حتى كل حر كل كلمة فيه يا قرآن يقدر واحد أنا الآن أقدر أشيل كلمة من القرآن الآن أخذ كلمة من القرآن وأنجسها يصير يصير ليس القرآن كله كلمة كلمة يصير ليس ما يجوز بناء الحل فتوى لا يجوز بس القرآن إلا بوضوء يصير أنسك كلمة واحدة بدون وضوء أريد منكم جواب حتى أعلم أنه من التابعين إذا صارت قرآن لو ما صارت إذا صارت قرآن صارت عربي مبين لو ما صارت استبرق إذا أعجمية يجوز أن يؤكدها والعب بها لو ما يجوز إذا أعجمية يصير لو ما يصير لكن بما أنها لا يجوز مبينة ما صارت ما أفتهم أنا يعني هؤلاء الذين يقولون بأن في القرآن كلمة تعجمية كيف يسويغون هذا وكيف يستسيغون هذا نكذب الله سبحانه وتعالى نرجع إلى الترادف اللغة العربية حتى نحل المشكلة هل فيها مترادفات أو لا يقول الذي يقرأ اللغة العربية لما عنده تحقيق يقول نعم عندنا مئات الكلمات تتحد في معنى واحد يقول لا يوم ما يصير أضرب لك مثل من القرآن الكريم عندنا ثلاث آيات تتحدث عن نبي موسى عليه السلام عندما ترك مدين ورجع المن إلى مصر وبالطريق رأى ناراً موهد شيء قال لي أهلي يمكثوا إني أنا استناراً كذا واحدة تقول فلما جاءها نوديه شنو؟ يا موسى مو؟ شنو؟ أن بورك من في النار ومن حولها فلما جاءها نوديه أن بورك من في النار ومن حولها هاي وين؟ هاي بسورة النمل الآية ثمانية لكن عندنا آي تيين واحدة بسورة طه وواحدة بسورة القصص تقول فلما أتاها نوديه يا موسى في سورة طه في سورة القصص فلما أتاها نوديه يا موسى زين هناك جاءها أنا أتاها هل جاءها وأتاها نفس المعنى لو يختلف حتى نسبة الترادف أو عدم الترادف ما الفرق بين جاء وأتا أسعى علماء اللغة رادوا يخلون لكن الذي وتوصلت إليه أنا أن الفرق بين جاء وأتا أن جاء وصول إلى المكان المطلوب أما أتا فمقاربة وليس وصول فلما جاءها نودي أم بورك من في النار يعني موسى وصل للنار لا ما وصل من الذي بورك من في النار يعني موسى دخل بالنار لا ما دخل ما تقولون الله يقول من في النار في النار يعني وصلها لا ما وصلها لكن الآيات الأخرى ماذا تقول فلما أتاها نودي يا موسى إخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى إخلعنا عليك يعني داخل له بعد ما داخل هناك شنو هناك واصل هناك بعد شنو في الآية الأخرى في سورة القصص فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي المقدس في البقعة المباركة الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله بعدين وأن ألقي عصاك يعني إني أنا الله بعد ما واصل بعد ما واصل فعندما وصل إلى النار ودخل فيها طبعا هنا علماء المفصلين يقول الدخول ليس في النار وإنما في نورها وعندنا باللغة بعض الأحيان يعبر عن نور عن النار بمن؟ أو النور بالنار المهم فكلمة جاءة تدل على الوصول إلى المكان أما كلمة أداءتها فتدل على مقاربة المكان وعدم الوصول إليه طبعا إن شاء الله المحاضرات لأن وقتنا شوي في القادمة إن شاء الله نبين أكثر هذا المعنى فإذن الله سبحانه وتعالى فرق ما بينه عندنا أساسا الكلمة لا يمكن أن يؤخذ معناها لوحدها ما يمكن وإنما يؤخذ من خلال السياق الذي وردت فيه من خلال السياق الذي وردت يعني أنا ما ممكن أجي إلى كلمة في آية أطلع الكلمة وحدة وطيها معناها وإنما ينبغي أنظر إلى موقعها في الآية فإن محيط الآية وسياق الآية هو الذي يحدد لي معنى الكلمة الدقيقة مصحيح؟ أنا الآن كلمة جاءة لو لم أنظر إليها من خلال سياق الآية التي وردت فيها والآيات التي معها تبين لي هذا المعنى لو ما تبين ما تبين مصحيح؟ متى تبين المعنى عندما بحثت عنها في خلال سياق الكلمات والآيات التي وردت فيها مصحيح؟ وإلا ما يكون كلمة لدينا هذا قاعد وأقول مثلا أي كلمة من الكلمات؟ أي كلمة تختارها؟ عالم أقول جاء عالم مصحيح؟ حسنا مرة أنا أقول جاء عالم أو كفت عالم جاي وجاي عالم مو؟ ومرة لا أقول جاء عالم من باب أدى أبين أنه فعل ومصحيح؟ ما أدى أبين أنه فعلا جاي عالم وإنما أريد أن أتحدث بشكل بالنحو جاء عالم جاء فعل ماضي وعالم شنو؟ فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على اختلف المعنى لو ما اختلف صحيح؟ إذن متى أنا أعرف؟ ودائما مو الكلمة قد لا تعطينا معنا هي جاء عالم هنا وجاء عالم هنا من حيث اللفظ واحد لو مو واحد واحد لكن شنو إلهي؟ بعض الأحيان لا أقول كلمة وكلمة أخرى قد يفهم ولذلك الإمام الحسن عليه السلام عندما وصله نبأ أن أبو يعقوب الكندي الفيلسوف أراد أن يكتب كتاباً يبين فيه التعارض في القرآن الكريم يقول يا بترى القرآن أكو بتعارض وتناقض أكو كلمات آيات تناقض بعضها بعضاً كان أكون من جملة تلاميذ الكندي يحضر عند الإمام الحسن عليه السلام فالإمام قال له أليس فيكم رجل رشيد ينهى هذا الرجل عن ما يفعل قال له يا مولاي هذا أستاذي وأنا ما أقدر يعني قال له نعلمك فالطريقة تقرب إليه الإمام الحسن قام يعلم بعض الأمور التي ترفع من شأنه عند من يعلمه أمور علمية دقيقة فعندما يتحدث بها أمام الكندي الكندي راح يقدره مو فارتفع شأنه عند الكندي حتى وصل إلى أنه أصبح من الخلص جلسائه الإمام الحسن ذاك اليوم قال له قال له أريدك أن توصل إليه هذه الرسالة قال له حاول أن تدخلوا إلى الموضوع بحيث تصل معه إلى الكتاب الذي يؤلفه سؤال شنو قال له قل له أليس من الجائز أن يتكلم المتكلم بكلام سمعه زين أليس من الجائز أن يتكلم المتكلم بكلام فيفهم السامع منه معنى غير المعنى الذي قصده المتكلم صير له ما تصير ونحن دائما مشاكلنا أكثرها ترى من هذا الباب واحد يحكي حشاية أنا فهمه بشكل وظلت عارك وياه الرجال يقول لي والله أنا ما قصد هذا المعنى تقوله أنت صاير له ما صايره هاي مو يحلف له والله أنا ما قصد إذن هذا الآخر فماذا فهم فهم من الكلام معنى غير المعنى الذي قصده المتكلم وإلا ما صارت المشكلة وليس صحيح ودائما مشاكلنا كثيرة يحدث من هذا الباب أحكي حشاية لآخر يفهمه تقب الساف على قولتنا وأنا ما قصد الكلام الذي أو المعنى الذي هو يقوله فقل هذا التلميذ سأل كندي قال أليس من الجائز أن يتكلم المتكلم بكلام يفهم منه السامع معنى غير المعنى الذي قصده المتكلم قل من أين لك هذا الكلام الكندي فهم الرسالة قال له هذا مو هشيك من ين جبته هذا قال له والله سألتك هذا كلام فعمد إلى كتابه فمزقه قال له هذا الكتاب بعد شكله لأنه الكندي كان يفهم أمور يتصور أن هذا هو مقصود الله سبحانه وتعالى لكن بالحقيقة الله لا يقصد هذا وهنا اليوم المفسرين تعال شوف كتب التفسير تعج بآلاف الآراء المختلفة مصحح هل كلهم مقصود الله لو اختلاف فيهن هنا مختلفات كلهن الله يريدهن لو الله يريد منهن إذا نحن فهمنا غير الكلام المقصود من قبل الله سبحانه وتعالى وبالتالي فعندنا لا يصح أن نقول أن هذه الكلمة بما أنها بهذا المعنى وتلك الكلمة إذن هما كلمتان بمعنى واحد أساسا هذا لا يجوز في القرآن الكريم لكل كلمة معناها زين شنو معنى القرآن شنو معنى الكتاب حسن نواب تعال مر نقول الكلمتين تؤديان معنى واحدا زين الكتاب من أين جاي من أين كلمة من أين جذر يلا كتب لماذا تأخرون بالجواب جاوبه حتى زين القرآن من أين جاي من أين جذر هل كتب هي قرأ حسن إذا كان جاء وأتى من معنى واحد مصحيح بس هناك واحد يقول كتب وقرأ معنى واحد يصير زين ما يصير كتاب القرآن مو مصحيح هذا سؤال الوجيه لو ما هو وجيه زين إذن معنى الكتاب جاء من كتبه ومعنى القرآن جاء طاسين بسم الله الرحمن الرحيم طاسين شنو تلك آيات القرآن وكتاب وكتاب زين الله قال قرآن وكتاب مبين مو إذن أكو عندنا مصحيح إذن القرآن ما يقرأ والكتاب شنو إذن الله سبحانه وتعالى مر يقول نزلنا عليك الكتاب ومر يقول نزلنا عليك إن أنزلناه فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه إذن النبي صلى الله عليه وسلم استلم القرآن مكتوبا واستلمه وهناه ينحل المشكلة زين الله جبريعي يقول له اقرأ ويقول له ما يعني يقرأ هو عدة حتى يقرأ لازم يكون عدة كتاب يقربي مو ما معنى قولي تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطور والطور وكتاب مصطور في رق هسا واحد بعض مفسر قد يقول هذه لا المقصود بها كتب موسى موسى الله يقول الألواح ما قال الكتاب في رق المنشو مصحيح أكبر فرق بين الرق والألواح لو ما كوا الرق شنو يعني جلد الغزال أو جلد الألواح شنو لو حجر لو خشب مصحيح الله يقول وألقى الألواح موسى وأخذ برأس أخيه يجره ألواح لو رق ألقى هن موسى كتاب موسى ألواح موسى زين ما ما لقول تعالى والطور وكتاب مصطور في رق هذا كتاب مصطور وين هو في رق منشو اليوم ما معنى دعاء الزهراء سلام الله عليه الذي رواه سلمان المحمد رضوه من الله عليه وسلام عليه هذا الدعاء الذي أوصته بأن يقرأه في الحمى وأن يواضب على قراءته صباحا ومساءا بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور بسم الله نور النور الحمد لله نور النور الحمد لله الذي أو بسم الله الذي أنزل النور على الطور في كتاب مصطور في رق منشور على نبي محبور الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور وصلى الله على محمد ودعاء النور اللهم صلي على محمد الحمد لله الذي أنزل النور على النور في كتاب في رق الزهراج قالت في الدعاء وتقول علمنيه النبي صلى الله عليه وآله تقول سلمان على نبي محبور ياه هذا النبي المحبور خاتم الأنبياء محمد اللهم صلي على محمد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كتاب يعني قرآن مكتوب وكان عنده شنو زين الله يقول عن الكتاب فيه تبيان كل شيء القرآن أسألكم بالله فيه تبيان كل شيء نحن الآن من نقرك القرآن كل شي بيه كل شي بيه مهي الفاهمين نحن غلط أن القرآن شنو بيه لا القرآن ما بي كل شيء الذي كل شي بيه شنو هو الكتاب الكتاب ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد وفاة النبي طبعا هذا الكتاب الذي نزل على النبي لا ينبغي أن يخرج إلى الناس هذا خاص بمن بالنبي ومن يريثه رسالته بالأئمة ولذلك أمير ماذا فعل قعد في بيته أو جلس في بيته كم شهر ستة أشهر أسألكم بالله هذا القرآن الذي يعدني إذا واحد يدي كتبة يستغرق ستة أشهر حتى يكتبة ماذا قد يطول فرما يطول الأيام مو روح عشرة أيام روح عشرين يوم روح شهر أسألكم إذا كل يوم يكتب له عشر صفحات أو خمس صفحات موهتشي القرآن كم صفحة بيعد نحن الآن ستمائة صفحة خمس صفحات قسمها ستمائة على خمسة مئة وعشرين مصحيح؟ يعني هاي إذا كل يوم بس خمس صفحات أما إذا أراد يكتب أكثر بالإيمان علي يقول جلس في بيتي ما خرج ستة شهر وش تقول الرواية فخرج إليهم بكتاب حمل بعير القرآن حمل بعير قال هذا كتاب الله قالوا عندنا لا حاجة لنا بهذا عندنا هم مميزوا أو لم يميزوا بين الكتاب الذي عندهم وبين الكتاب الذي عنده علي من أبي طالب إذا كالله سبحانه وتعالى عندما يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده لو لم يكن الكتاب عنده علي يصير عنده علمه صير مو هذا علم الكتاب علم الكتاب شنو علم الكتاب؟ المام عليه السلام يقول رسول الله علمني علم الملايا المنايا وعلم البلايا وعلم ما كان وعلم ما هو كائن وعلم ما يكون وعلم وعلم عندي ألف باب يفتح من كل باب أشقيت هذن وين هذا النيع وين صيرات إذن هذا الكتاب الذي الكتاب فعندما يقول الله سبحانه وتعالى مرة يقول مرة يقول كتاب بدون تعريف بسم الله الرحمن نارم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب ما قال والكتاب المبين يعني القرآن ممكن يكون كتاب لا ما ممكن هذا العدن هذن كتاب لا مو كتاب فإن قرئه فهو قرآن وإن كتبه فهو ولكن مو الكتاب لأنه يوجد فرق بين كتاب وفرق بين الكتاب الفلام العهد هذا يتفرق أقول جاء رجل وجاء الرجل أقول فرق بيناتهم له لا وإلا ما إلى معنى الألف واللام الصير أكو عندنا ألفلام التعريف وأكو ألفلام العهد مو يعني هذا الذي عهدتموه معهود ومعروف حتى لا نطيل عليكم إذن أمير المؤمنين كتب كتاب الله أو عفوا كتب الكتاب ولم يكتب القرآن لأن القرآن شنو كان مبثوث في الأمة موجود عد ليش لمن علي كتبه مرة ثانية أكو داعي إلي أما الذي ليس عندهم شنو هو الكتاب فجاءهم إذن أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي وصفه الله بقوله قل كفى بالله شهيداً أفوا شون الآية هي أنتوا نقرأ لنا هذا وبينكم ومن عنده علم الكتاب النبي سليمان عليه السلام ماذا كان طبعاً هنا أيضاً أرجع وأكد سيدنا ما أدر أنا ممكن طولت النبي سليمان المفسرين يقولون أنه آصف بريخيا هو الذي جاء بالعرش الذي جاء بالعرش هو سليمان عليه السلام وليس آصف الدلالة شنو قال أيكم يأتيني بعرشها من القائل النبي سليمان قبل أن يأتوني قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقراً عنده من الذي رآه ماذا قال قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك إذا آصف بن بريخيا جاءبه بعد النبي موسى شنو النبي سليم عليه من يشكر ما جايبه هو من الذي جاء بالعرش إذا آصف جاءبه أخوة الموسى النبي سليمان لماذا أشكر الله هو ما جايبه ما معنى أن ربي أوزعني أن أشكر نعمتك أنعمت علي بأني نقلت عرش بالقيس من مكانه إلى من الذي جاء به زين ليش الله قال وقال الذي عنده علم الكتاب لأن الله لو قال وقال سليمان ضعت هاي ما العلم الكتاب علم من الكتاب ضيع الله يدي بيّن إن مو أنه من الذي جاء به وإنما كيف شنو كيف جاء به لأنه عنده علم ولا لو قال وقال سليمان آتك به ضع هذا المعنى العظيم واضح إن شاء الله فإذا فإذا نبي سليمان بعلم بعلم من نقل عرش بالقيس شكول الله عنه أو الهدود ولها عرش عظيم عظيم وهذه جيبة ونزلة من هس أنا أشكو أنه طبعا مسألة فلسطين خليها على صفحة نبي سليمان من الأسرار التي لم تكشف أنا حقيقة اتصلت حتى ببعض من لهم علاقة بالجن هذول اللي يسوون كشوفات وليم علاقة وقريبها ممو غريب يعني مو أنا مثلا واحد ما عرفه لا عرفه حق المعرفة قلت له لديك جي لبس جواب أين كان النبي سليمان فسألهم فلم يجيبوه سر من الأسرار لا يكشف سر من الأسرار لا يكشف قال لي أنه إذا عرفوا موقع النبي سليمان عرفوا موقع موقع الإمام المهدي المنتظر سلام الله صلوا على محمد المهم فجابه من ذاك المكان إلى وحيثه هو وين كان ما ندري طبعا هو جابه من سبئ مو جئتك من سبئ لكن وين وده الله العالم فما بالك بالإمام الذي عنده معلم من الكتاب علم هذا صريح القرآن علي عليه السلام هذا الذي عنده علم الكتاب في مثل هذا اليوم وين اليوم الأمير المؤمنين في الغريب في النجف الأشرف في القبر تحت التراب يعني هذه الأمة تدفن من عنده علم أو تقتل من عنده علم الكتاب فاجعة طامة كبرى في هذا اليوم مصيب على أهل البيت سلام الله عليه ولذلك زينب تدور في بيت أمير المؤمنين تنظر هنا وهناك هنا كان أبي صلي هنا كان يقرأ القرآن هنا كان يداعب أطفاله هنا كان يأكل طعامه تنظر في مثل هذه الليلة مكان أمير المؤمنين ذلك النور الإلهي العظيم ذلك الفرقان ذلك قصيم الجنة والنار ليس موجودا في البيت مع زينب ومع إخوان زينب بل إنه سكن التراب سلام الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين أنا مش لان بوي وتغمض العين زينب مثل هذه ليلة تقدر تنام أنا مش لان بوي وتغمض العين وانت بالقرب القبر نايم يا بو حسين الله وانت بالقبر نايم يا بو حسين يا بو حسين يا بو حسين أعضمتك يا صندي ويظل حزنك بقلب شعل تزيد يا بو يا علي يا بو يا بو نفرح لها إجا العيد أيوا علي يوم اليمر بغيابك سنين أيوا علي يوم اليمر بغيايا يا بكسني هنيال النجف بيسكن حداير هنيال النجف بيسكن حداير وعسى الكوف عليها الصبح لامر هنيال النجف بيسكن حداير وعسى الكوف عليها الصبح لامر حتى الماء بعدك ماحلة هنيال النجف بيسكن حداير وعسى الكوف عليها الصبح لامر اي اظل الموت ما انسى ونينك وعاين لاخوتك الهم حزنين اي وعاين لاخوتك الهم حزنين يبرى بو يا فرقك حزن للدلال يبرى يا 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 وكسر قلبه مجيد وعيب يبرى يا 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 يبرى تشلين بعد يا جرح يا أبرا يا جرح تشلين اي تشلين بعد يا جرح يبرى يا ونجروح تثير جرت بي اي ونجروح تثير جرت بي بي بيت الدعاء لانينها و روح الصخر يتفتت لانينها لأنينها لونها الخنسة تسمعونيني لونها آيات تنسوا لها عادها وتوين عليها آيات تنسوا لها عادها وتوينها آيات هي آيات عليها هذه زينب ومن قبل كانت بفنادارها تحط الرحال أضحة اليوم وليتام عليها يا لقومي تصدق الأنذار سمع سيد فضل صلى على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد